وفي اجتماع آخر لمتابعة الموقف الخاص بمشروعات التعاون مع الشركة تسكاتر النرويجية أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على الاستمرار في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات خاصة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وطلع رئيس الوزراء على موقف مشروعات التعاون مع الشركات النرويجية والتي من بينها مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء وكذلك مشروع إنتاج الميثانول الأخضر والذي يعد الأول من نوعه في مصر ومنطقة الشرق الأوسط ويتضمن إنشاء أول محطة في مصر لتزويد السفن بالوقود الحيوي الأخضر